الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفاء والسلام على عبد الذين اصطفى لا سيعملنا بين المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوته الكرام طيب هنا عندنا بلا صحيح البخاري كتاب الحجي قال المصنف رحمه الله تعالى باب استلام الركن بالمحجن قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد مصالحة مصر لنسخات الأسبات له أبهر لذلك جزاكم الله خيره أحسن الله عليك يا دكتور أرد الله عليك يا دكتور مصطفى أمين أمين بزاكم الله كل خير واحد مسلمان من الثقات الأسبات قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب من الثقات الأسبات نعم فقيه هاركي محدث أخذ عليه المجادة ولست بمأخذ قال أخبارا يونس يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأسبات له الجماعة عني شاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن عبايد الله بن عبد الله بن عطبة بن عباس الزهري كان يقول ما جالست واحدا إلا استوعبته إلا عبايد الله ما استوعبت ما عنده كان فقيه محدثا يعني عني بن عباس رضي الله عنه وارضاه عباس عبد الله بن عبد الله من السبع المكترين عن نبيه الأمين ترجمان القرآن صحابي النصحابي قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الودع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدار الوردي عن ابن أخي الزهري عن عم هي عن الزهري فهذا الحديث فيه استلم الركن بمحجن وفيه أيضا جزاكم الله عنه خير وفيه طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كما قلنا رواه المسلم عن أبي الطهر وحرمال ابن وه به وخالف ابن وهب الليث وأسامة وزمع فرهوه وعن الزهري قال فلأني عن ابن عباس والمتابعة والمتابعة اخرجها الإسماعيلي عن الحسن حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدار الوردي عن ابن أخي الزهري عن عمي يعني عبايد الله عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت يستلم الركنة بمحجنين معه أو بمحجنين معه اخرجه أيضا نعم مسلم من حديث ابو الطفيل وجابر وعائشة أو داود من حديث صفية ابن تشيبة واخرجه الحاكم من حديث قدامى ابن عبد الله وقال صحيح على شرط البخاري وأما حكم الباب فإذا عجز عن تقبيل الحجر استلمه إذا عجز عن تقبيل الحجر استلمه بيده عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبعصى كما ذكر في الحديث ثم قبل ما استلم به كما في صحيح مسلم من حديث ابو الطفيل السالف قال القاضي عياد وانفرض مالك عن الجمهور فقال لا يقبل يده وصح الأود عندنا التقبيل بعد الاستلام وكما قال ابن عباس أن النبي وقال ابن عمر أيضا أن النبي قبل الحجر وسجد عليه فإذا أيضا مسه واستلمه بيده يقبل يده بل ويقبل المهجن الغرض المقصود أن استلام الحجر سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا باتفاق العلماء وعمر بن خطاب رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر كان يقبل الحجر ويقول أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تدر ولولأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولما جاء اليمنير ابن عمر وقال له أرأيت أن الناس يزحمونني يدافعونني يقتلونني أو يقاتلونني قال يا أمني اجعل رأيتك هذه خلف الكوكب إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقبل الحجر فسأقبله وهو سنة فإن لم يستطع أن يقبل استلمه بيده وقبل يديه لأنها مست الحجر وأتعلمون بأن الحديث جاء أن الحجر من نزل من الجنة وكان ربه باللون سولته معصي بني آدم واستلم الحجر أيضا بمحجر كانت من النبي فاستلم النبي تقبيلا واستلم بيده وقبل واستلم بالمحجر عصى معوج استلم بها الحجر الأسود أقول في هذا الباب كان يطوف النبي راكبا والطوف راكبا نظر إليه العلماء هل هو سنة أو هو المشي المستحب بعض الماء يرى أن الطوف راكبا هو المستحب لا سيامه وأن النبي قد فعل ذلك وعندنا كما قلنا أن مسألة التفصيل والتمييز بين فعلين حال النبي يفصل بينهم وحال النبي أنه طوف طوف راكبا المحجر عصى طويلة مقوسة هذا المحجر فطوف النبي راكبا قال إذن طوف النبي راكبا يكون السنة أن يطوف المرء راكبا والصحيح أن نقول إن النبي طوف طوف راكبا لعليل وليحكم والأصل الطوف يكون ماشيا أفضل والطوف كان لنساء راكبات ولذلك قال النبي الأم سلم أرضي الله عنه أرضها ورد الطوف قال طوفي ليلا وطوفي من خلف الناس فكانت طوف طوفت على بعير من خلف الناس وسأبين قول العلماء بعد ذلك لكن الذين قالوا أنه طوف راكبا قالوا طوف راكبا طوف راكبا لعلة والحكمة الأولى أن يجتمع عليه الناس ويسألونه فيكونوا بالركوب بالركوب ظاهرا للناس الأمر الثاني خشي على التزحم على الحجر عندما رأى يرون النبي يقبل حجر ويسترمه الجميع سيتقاتل على ذلك فخشي عليه الأمر الثالث أن النبي كان شكيا أيضا في هذا الباب ولذلك راكب النبي الذي حدا بالعلماء يأتون بكل هذه الإعلان من الشفعية مثلا يقولون مكروه أن يطف راكبا مع أن النبي قطف راكبا قالوا مكروه طب ويلما كرهيها والنبي قد فعل ذلك قالوا دخول البهيمة التي تلوث المسجد هذه التي على الكراها إلا أن يكون عذر فالعذر يجوز ذلك نحن نقول أوتيتم إذن من التأصير الخطأ أوتيتم من التأصير الخطأ قالوا وما الخطأ عندنا في التأصير قلنا أصلتم بأن راكب البهيم أبوا البهائم أجل لكم الله على النجاس وليس كذلك بل هو على الطهارة ولأن النبي قال للعرانيين يعني قال أمرهم أن يذبوا إلى إبل السادقة يستقوا منها قال وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها أجل لكم الله ولا يمكن أن يأمرهم النبي صلى الله أن يشربوا من شاين فيه نجاس أو النجاس حرام ولذلك لما سأل النبي عن الخمر علاج تكون علاجا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الدواء هي داء إنما هي داء ثم قال تداو عباد الله ولا تتداو بحرام والنجاس حرام وبالنسبة للكلام على إدخال البهيمة كما بينا في ذلك الباب على أنه طاف نبيه راكبا وهذه مدة طويلة هو يستبعد أن النبي يترك المسجد يلوث بأبوال الإبل أو روث الإبل وهذه دلت دلالة واضحة جدا على الطهار وفي مسلم حدي جابر طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على رحلته يستلم الرقنة بمحجانه لأن يراه الناس وليش فلا يسألوه فالناس أشوه وكما قلت هذه علا من العيلة ذكرها علماؤنا لما طاف راكبا مع أن المشي أفضل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بي أبي هو وأمي أجرك على قدر نصبك ونفقتك أجرك على قدر نصبك ونفقتك وأيضا عائشة بيانة العيلة أيضا في الركوب طالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره ليستلم الناس فكراهيات أن يصرف عنه الناس كراهيات أن يصرف عنه الناس ولابد للراكب أن يكون بعيدا وكانت أم سلمة إذا طافت راكبة طافت من خلف الذين يطفون فإن أمنا الإذاء قرب من البيت والحجة حقا حجة الوداع كما سمها كثير من الصحابة وهذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على طهارة بزاك الله عنه خير على طهارة الأبوال الإبل وأرواف الإبل أجلكم أجلكم الله وأنه من السنة إن كان النساء يطفن يطفن من خلف الرجال طبعا هذا إذا صرخت بأعلى صوتك حتى خرجت الأحشاء لن يسمعنا لك انظر في الحرم ماذا يفعلنا يزاحمنا الرجال على تقبيل الحجم والشعور تظهر والحجاب يقطع وما في مشاكل لما نكرنا عليهم قالوا كيف تفكرون في هذا نحن في مكان عظيم إنكم تتكلمون في ماذا أبو السلام والله شو أذكروا عليهم جهل جهل كبير جهل كبير النساء عندهم جهل في هذا الباب قلت عندما يعني امرأة مصرية جزاء الله خير طافت بالبيت وواقفت قالت الناس انتظروا وجلست تخرج تزاروا تزاروا خلاص ما وصلت إلى المنتهى كما كما يا أخ لايت الجمعة قبل أن نطوف مكتحلا أخذها بسونة النبي وما لا تزعب فقال الله يتقل لا ولا تزعبين تقول لي يا بكوحل تقول لي طبعا أنا أصلا سمعت يا بكوحل هذه كنت توقع وتوقع في الأرض وفيه غير وبعدين بتنكر بكل قوة وبعدين تبتضع كوحل في عيونك أنا مش قادر أضحك وش واقف أنا فيابدو سنته للذكر وقلت لها النبي اكتاح بس هي برضو إيه عايزة تدخل فينا خلاص كلمة النبي وقفت شوية سمعت الله أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لي اكتاح ما الذي فيها وعندي تزاحمينها الرجال خروجي في الخارج شيخنا ما أكر عليها الرجال وليس النساء ده ومعطوهم من النساء النساء الرجال هم الأنكرة هم الأنكرة عزيمة ومهيبة مشكلة مشكلة الله مشكلة كبيرة جدا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم قال مسلمة طوفي خلف الناس فكانت طوفي على بعيد خلف خلف الناس وقال دي الأداب التي تتأدب المرأة في يا رب يا رب جعلنا نزور بيت الله الحرام اللهم أعلم الفؤاد المسلم فعل النبي تشريع وهذه تقررت معنا جدا شوف يونز يعني كلنا فعل النبي من اجل من اجل العمل من الناس عليكم السلام كاتب كم ضع عليكم من الدروس اخ موان يقول هاليا ريوز الطاب في طائرة الوكوبتر يا شيخ ده يعني بالله عليك كيف يكون ذلك ده في الخلاف عريض بالمعلماء في الاضوار الثانية والثالثة هالي الطاب في صحة الله لولا قاعدة الهواء يعني يتصب القرار الهواء تابع للقرار كيف كيف ذلك ما يجوز استنبطى زي قاعدة الهواء تابع للقرار على اساس الذي يصلي الامام بزي صلى فوقه صلى نستحة تصلاحة تصلاحة بالاجماع لا استنبطى القاعدة الهواء تابع لها اذكر دليل ان شاء الله اجيبه لك قبل انتهى بإذن الله تعالى نعم يعني بس بالله راحت النسان تقول لي في ضعاء خاص جدا تطلبه مني بالله ادعي لي انه فمك راضي الله عنك أحد النسان راضي الله عنك وأحسن الله إليك ورفع الله مقامك شوف دكتور مصطفى يقول رأيتها رأيتها من يطف الهوكوبتر اعوذ بالله طافوا بطل وحجوا بطل انتهى موضوع يعني او معلق الى الان الفائدة الثانية سنية استلام الركن بالتقبيلي او باليدي او بالعصر جوازوا جوازوا تسمية الحجة بحجة الوداع الاخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا وَلِشَيْخِنَا نَعَلَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقْيَا الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا فَأَخْلِصْنِي يَتَرَبِّي وَبَارِكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِيلَ الْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّا